في أعالي هذه الجبال التي يكسوها الضباب تقوم حبيبة بتجميع ما أمكن من حطب استعدادا لشتاء قاص سوف تقضيه في منزلها المتداعي هذا إشعال النار في أحد أركان منزلها هو السلاح الوحيد الذي تواجه به حبيبة وجيرانها من الفقراء البرد والثلوجة التي تكسو قراءهم خلال فصل الشتاء شبابك تجيب الرياح حتى من هذه تكتران ومن غادي شبابك ما فيهوش خلاص تو تدخل غادي تو تأشع ما يجيب في المياه جي حتى ما سهول ما تخليني نمشي لك العمدة كان عمدة نمشي يقولني باهي باهي خالق خالق دار فاطمة هي واحدة من بين عشرات القرى التي تقع في مرتفعات الجبال بمحافظة جندوبة ويقول السكان هنا ان الحكومات المتعاقبة لم تعمل على اخراجهم من عزلة الفقر والمناخ الصعب رغم الوعود التي يغدقها عليهم السياسيون خلال الانتخابات معاناة سكان القرى الجبلية شمال غربي تونس لم تتوقف عند مكابدة قصوة الشتاء فانعدام سبول الكسب وانتشار البطالة في تلك الربوع زاد الوضع تعقيدا برشة بطالة الناس كل بطالة اللي ابوه العائلة يجيب في ستا يام ستا يام ما يقدرش باش يخلص بهم الزو والماء وما ينجمش باش يقوط العائلة متاعها مصروف الجمع ما تشدوش الواقع المعيشي الصعب يدفع بآلاف الشبان في القرى الفقيرة إلى النزوح نحو العاصمة للبحث عن عمل وهو ما دفع بأحدى الجمعيات المدنية لإطلاق برنامج مبادرة الذي يساعد الشبان على العمل في مدنهم وإثنائهم على التفكير في الهجرة لو كنا فهمش فراغ ما كانتش للعبيد معناه ما كانوش ليجون يلتجوا أنهم يمشوا لمناطق أخر أبسط حاجة مثلا كان جاي لهنا يفهم حتى ما أعمل مثلا كني نجم ينقص ويحد من الحكاية ما تلقيش الوضع المعيشي والمناخي القاسي في أغلب قرى محافظة جندوبة دفع نحو 60% من سكانها إلى النزوح في اتجاه المدن الكبرى خلال السنوات العشر الأخيرة وفق إحصاءات رسمية ترجمة نانسي قنقر